بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن تم الانتهاء من المخطط العملي للكشف عن الشق الحامدي المجهول في محلول الملح سوف نتحدث عن المخطط العملي للكشف عن الشق القاعدة المجهول في محلول الملح في البداية طبعا وكخطوة أولية لابد أن نتأكد من وجود أيون الأمونيوم الـ NH4 كالتالي هنجيب أنبوبة اكتبار نحط فيها 1 ملي من محلول الملح المجهول وبضيف له 1 ملي من محلول هيدروكسيد السوديان ونلاحظ ما يحدث أولا إحدى مشاهدتين إما حدوث تصاعد لرائحة غاز النشادر بشكل واضح واستدل على ذلك عن طريقة أنه أجيب وراء التباع الشمس يكون لونة حمراء سوف يحولها إلى اللون الأزرع يبقى إذن أيون الأمونيوم موجود وبتأكد من كده بالتجربة التأكدية بأخذ 1 ملي من محلول الملح المجهول وبضيف له 1 ملي من محلول كاشف نسلر بيتكون راسب أصفر أو بل أول مشاهدة تانية يا شباب إنه لا يحدث تصاعد لضائحة النشادر إذن أنا بستبعد وجود أيون الأمونيوم وبيلزم متابعة الكشف عن الشكل القاعدة المجهول باستخدام الخطوة رقم 2 طيب الخطوة رقم 2 بتقول لي إيه؟ بتقول لي إن قد 1 ملي من المحلول المجهول المحتوي على الشق القاعدة ثم أضف إليه 2 ملي من حمض المخفف لو الكاشف العام للمجموعة الأولى لو تفتكر قد تحدث إحدى ثلاث مشاهدات إما وجود راسب أبيض يزوف في الأمونيا المخففة وعند ترك جزء منه معرض للضوء في عبوبة لفترة من الوقت يتحول لونه إلى اللون البنفسي إذن أيون الفضة؟ التجربة التأكدية بتاعته عن طريق أن أنا بأخذ 1 ملي من محلول الملح وأضف له 1 ملي من محلول كورومات البوتاسيوم هيديني راسب بني محمر يزوف في حمض النيتريك المخفف وإما حدوث راسب أبيض يتحول لونه إلى الأسود عند إضافة أمونيا مخففة إليه إذن إزاي بقوز؟ تجري التجربة التأكدية بتاعته 1 ملي من محلول الملح المجهول مع 1 ملي من محلول هيدوكسيدوسوديا متكون راسب أسود أو حدوث راسب أبيض يزوب عند تسخينه بالأنبوبة داخل حمام مائي ويترصب بالتبريد إذن الرصاص التجربة التأكدية بتاعته بأخذ 1 ملي من محلول الملح المجهول وبضيف له 1 ملي من محلول كورومات البوتاسيم إذن بديني راسب أصفر أو إنه في أساس ما بيحصلش أي تغيير إذن بيستبعد وجود أحد أيونات المجموعة الأولى من الشقوق القاعدية وهو الفضة والرصاص والزباقوز ويلزم متابعة الكشف عن الشق القاعدة بإجراء الخطوة رقم 3 الخطوة رقم 3 يا شباب بأخذ 1 ملي من محلول الملح المحتوي على الشق القاعدة المجهول وبضيف له 1 ملي من حمض HCL المخفف 1 ملي من كابريتيدو السوديم وده الكشف بتاع المجموعة التانية كابريتيدو السوديم أو كابريتيدو الهيدروجين مع حمض HCL المخفف قد تحدث إحدى ثلاث مشاهدات إيه هم الثلاث مشاهدات رقم 1 راسب بوني إذن البزموس وتجري له تجربة تأكدية عن طريق بأخذ 1 ملي من محلول الملح المجهول وبضيف له 1 ملي من محلول هيدروكسيد السوديم طيب يتديني راسب أبيض طيب وإما حدوث راسب أسود إذن إن حياس CU plus 2 ونجري له تجربة تأكدية بأخذ 1 ملي من محلول الملح المجهول وبضيف له 1 ملي من محلول حديدو سيانيت البوتاسيوم وبيديني راسب بوني محمر وإما حدوث راسب أصفر إذن الكادميوم وبجري له التجربة التأكدية مع محلول الملح بتاع الملح المجهول مع 1 ملي من محلول حديدو سيانيت البوتاسيوم فبيديني راسب أبيض راسب أبيض دول التلات مشاهدات اللي بيعدوث أو في الأساس لا يحدث أي تغيير إذن هستبعد وجود أحد أيونات المجموعة الثانية ويلزم متابعة الخطوات العملية لكشف عن الشق القاعدي بإجراء الخطوة رقم 4 الخطوة رقم 4 يا شباب باخد 1 ملي من محلول الملح المحتوي على الشق القاعدي المجهول وبضيف له 1 ملي محلول كلوريد أمونيوم وهيدروكسيد الأمونيوم مع كلوريد الأمونيوم ونلاحظ ما يحدث إما حدوث ثلاث مشاهدات راسب تكون راسب بوني جيلاتيني يبقى إذن حديديك ونجري له التجربة التأكدية عن طريق أن أنا بأخذ 1 ملي من محلول الملح المجهول وبضيف له 1 ملي من حديد وسيانيد البوتاسي هيدكوى اللون أزرق وإما حدوث تكون راسب أخضر هلامي إذن الكرو هاجري له التجربة التأكدية 1 ملي من محلول الملح المجهول وبضيف له 1 ملي من فوسفات الصدامي يديني راسب أخضر وإما راسب أبيض هلامي إذن الأمونيوم وهاجري له التجربة التأكدية عن طريق واحد ملي من محلول الملح المجهول وبضف له واحد ملي من محلول فوسفات السوديم بيديني راسب ابيض جيلاتين او في الاساس لا يحدث اي تغيير يبقى اذا انا هستبعد وجود احد ايونات المجموعة الثالثة ويلزم متابعة الكشف متابعة الخطوات عشان نكشف عن الشق القاعد المجهول عن طريق الخطوة رقم خمسة طيب الخطوة رقم خمسة يا شباب باخد واحد ملي من محلول الملح المحتوي على الشق القاعد المجهول وبضف له واحد ملي من محلول كلوريدي الامونيوم واحد ملي هيدروكسيد الامونيوم واحد ملي كاربونات الامونيوم قد تحدث اللي هو الكاشف بتاع المجموعة قد تحدث احدى ثلاث مشاهدات اما حدوث راسب ابيض يزوف في حمض الخليك والهيدروكلوريك اذا البالو نجري له تجربة تأكدية مع كشف الاختبار الجاف او مع اللهب يعني بيديني لون اخضر طفاحي او التجربة التأكدية التانية محلول الملح مع محلول كابريتات الكالسين بيديني راسب ابيض في الحال راسب ابيض في الحال المشاهدة التانية حدوث راسب ابيض يزوف في حمض اتشي سي ال ازا بيجري له التجربة التأكدية الاختبار الجاف اللهب مع اللهب يعني بيديني لون قرنوزي زي ما قلت لك الاختبار ده مهم لانه بيدي لون مختلف مع كل ملح اا عن التاني في تجربة تأكدية تانية كمان انا باخد واحد ملي من محلول الملح المجول وبضيف له واحد ملي من محلول كابريتات الكالسين بيتكون راسب خفيف وببط على البارد وتزداد كسفته عند تسخينه بالانبوبة المشاهدة التالتة حدوث راسب ابيض يزوف في حمض الخليك والهيدروكلوريك اذا الكالسيوم سي ايم ونجري له التجربة التأكدية اختبار الجاف او مع اللهب يعني بيديني لون احمر طوبي او مع اا تجربة تأكدية تانية مع اا محلول الملح تا الملح المجول مع واحد ملي من حمض الكابريتيك المخفف بيديني راسب ابيض او في الاساس لا يحدث اي شيء ولذلك انا هستبعد وجود احد ايونات المجموعة الخامسة وهينزم متابعة الكشف عن الشط المجهول باجراء الخطوة رقم 6 خطوة رقم 6 ان انا باخد الواحد ملي من محلول الملح المجهول زائد اثنين ملي من محلول كولوريك الامونيوم زائد واحد ملي محلول هيديوكسيدي الامونيوم زائد واحد ملي محلول فيسوقت السوديا ويتكون على طول في الحال بيتكون واا اا ابيضacy دول ويتكون راسب ابيض يزوف في حمض الخليج بنجري له التجربة التأكيدية يا شباب كالتالي اللي هو باخد واحد ملي من محلول الملح وبضيف له واحد ملي من محلول الكربونات الصوديم الدني راسب ابيض يبقى اذا الماغنيسيوم الدني راسب ابيض اذا الماغنيسيوم تمام او اساسا لا يحدث شيء لا يحدث شيء ونجري تجربة تأكيدية لتحديد اي واحد من هذه العناصر بكشف اللهب اما الصوديم واما البوتاسيوم طيب الصوديم عند اختبار اللهب اه او تلون اللهب بلون اه دهبي لون اصفر دهبي يبقى اذا ده الصوديم لو اللهب تحول الى اللون البنفسيجي يبقى اذا ده عبارة عن البوتاسيوم طبعا بنجري له تجربة تأكيدية عن طريق محلول الملح مع اتنين ملي من محلول حمض الترتارك مع رج الانبوبة جيدا وحك الجدار اه الداخلية بساق زجاجية اذا يتكون راسب راسب ابيض يتكون راسب ابيض ده ايضا يا شباب مخطط مبسط جدا للكشف عن الشقوق القاعدية خطوات الكشف عن بعض الشقوق القاعدية لملح مجهول اولا هناخد محلول الملح المجهول بتاعنا اللي احنا بنكشف عنه مع اكشف المجموعة الاولى اللي هو حمض اتشي سي ايل المخافر فلو اداني راسب ابيض هناك احتمالين اما الفضة واما الرصاص الفضة اي جي والرصاص بي بين هذا الراسب الابيض عبارة عن كولوريد الفضة وهذا عبارة عن كولوريد الرصاص لان احنا قلنا ان المجموعة الاولى تترصف في صورة كولوريدات طيب افرق ما بين الفضة والرصاص ازاي شباب عن طريق محلول كرومات البوتاسيوم لو اداني راسب اصفر يبقى ازا الرصاص وده الراسب الاصفر ده عبارة عن كرومات الرصاص لو اداني راسب بني محمر يبقى ازا الفضة والراسب البن المحمر هذا عبارة عن كرومات الفضة او انه في الاساس ما يحدودش راسب ابيض يبقى ازا ننتقل الى المجموعة الثانية او ثانين بناخد محلول الملح المجهول مع حمض HCL المخفف مع كاشف المجموعة الثانية كابريتيد الصديم لو الدنيا راسب اسود يبقى ده النحاس والراصب الاسود ده عبارة عن كابريتيد النحاس الدنيا راسب اصفر يبقى ده الكادميوم والراصب الاصفر ده عبارة عن كابريتيد الكادميوم لان احنا قلنا المجموعة الثانية تترصف في صورة كابريتيدات لو ما ادنيش لا ارصب اسود ولا ارصب اصفر يبقى اذا ننتقل الى الخطوة رقم 3 خطوة رقم 3 باخد محلول الملح مع محلول كلوريد الامونيوم مع محلول هيدروكسيد الامونيوم فلو ادني لون اخضر باهت يبقى اذا حديدوز الوال حديد السنائي وهذا الراصب الاخضر الباهت عبارة عن هيدروكسيد الحديدوز لو ادني راصب بني جيلاتيني يبقى اذا الحديديك الحديد السلاسي وهذا الراسب البنية الجيلاتيني عبارة عن هيدروكسيد الحديديك لو اداني راسب أبيض جيلاتيني يبقى إذن الألمونيوم وهذا الراسب الأبيض الجيلاتيني عبارة عن هيدروكسيد الألمونيوم لو اداني راسب أخضر مزرق يبقى إذن الكوروم وهذا الراسب الأخضر المزرق عبارة عن هيدروكسيد الكوروم ما ندنيش أي حاجة من الحاجات دي يبقى إذن ننتقل إلى الخطوة رقم 4 خطوة رقم 4 أنا باخد محلول الملح المجولي اللي أنا بكشف عنه مع كاشف المجموعة الرابعة كلوريد الأمونيوم هيدروكسيد الأمونيوم في وجود كابريتيد الصدم الدني راسب اسويد يبقى هناك احتمالين إما الكوبالت وإما النيكل طيب أفرق ما بينهم إزاي باخد محلول الملح مع محلول هيدروكسيد الأمونيوم مع محلول الدي ام جي فلو الدني راسب أحمر يبقى دا النيكل وهذا الراسب الأحمر عبارة عن سنائي ميصايل جليوكسيم النيكل لو ما تدنيش يبقى دا الكوبالت يبقى دا الركوبالت وإما تكوّل راسب وردي يبقى إذن دا المانجنيز وهذا الراسب الوردي يبقى عبارة عن كابريتيد المانجنيز وإما احتمال وجود أو مشاهدة راسب أبيض جيلاتين عبارة عن الخرصين وهذا الراسب الأبيض الجيلاتين عبارة عن كابريتي دي الخرصين او لا يحدث اي شيء من الحاجات السابقة ننتقل الى المجموعة الخمسة خلي بالك ما تنساش المجموعة الاولى تترصب في صورة كولوريدات المجموعة الثانية تترصب في صورة كابريتي دات ولكن في الوسط الحامضي المجموعة الثالثة تترصب في صورة هيدروكسيدات المجموعة الرابعة تترصب في صورة كابريتي دات زي المجموعة التانية ولكن الاختلاف في الوسط قاعدي طيب الخطوة رقم خمسة يا شباب باخد محلول الملح المجهول مع محلول كولوريد الامونيوم مع محلول هيدروكسيد الامونيوم مع محلول كربونات الامونيوم اللي هو الكشف العام بتاع المجموعة الخمسة الداني راسب ابيض يبقى ازا الباريوم والراسب الابيض ده عبارة عن كربونات الباريوم الداني راسب ابيض يبقى السترانشوم وهذا الراسب الابيض عبارة عن كربونات السترانشوم الداني راسب ابيض بايزان الكالسيوم وهذا الرأس بعبارة عن كربونات الكالسي. ما ادنيش حاجة من دول بايزان هسيبه منتقل للمجموعة اللي بعدها. طيب خلي بالك. اللي فيه اختبار اللهب او الاختبار الجاف هو اللي بيفرق لي ما بين التلاتة دول. فلو الاختبار اللهب الداني لون اخضر طفاحي بايزان دالباريوم. الداني لون احمر طوبي بايزان الكالسيوم. الداني لون احمر قرموزي بايزان الاسترانشو. واضح? طيب ننتقل للخطوة السالسة اذا لم يحدث اي شيء من الحاجات السابقة. ننتقل للخطوة السادسة. محلول الملح المجهول مع محلول كربونات السوديم. فلو الداني راسب ابيض يبا ازان دالباريوم. ما ادنيش يبا اما السوديم واما البوتاسيوم. اما السوديم واما البوتاسيوم. افرق ما بينهم ازاي اختبار اللهب. في حالة السوديم بيديني لون اصفر دهبي. في حالة البوتاسيوم بيديني لون بنفسيجي. في ايضا مع اه تجربة تانية بتفرق لي ما بينهم. محلول الملح مع محلول كوبالتي نيتريتو السوديم محضر حديثا. الداني راسب اصفر. يبا ازان البوتاسيوم ما ادنيش يبا ازان السوديم. وده وده مخطط بسيط جدا للتعرف على بعض الشقوق القاعدية للملح المجهول. اه اه وبكده نكون انتهينا من الكشف عن الشقوق الحامضية والشقوق القاعدية وازاي ان انا اكشف عن الشقق الحامضي والقاعدي لملح مجهول. اشتركوا في القناة